القصص يا جماعة الخلق في ذلك تطول تطول كثيراً يعني لا يمكن أن تعد ولا تحسى القصص التي يعني الصدقة الصدقة تعاون مع الله بإذن الله عزيزي المجال كله لكم حنا القصص نستفيد منها ليش؟ لأن القصص تنعش قلوب الناس فيها شحل الناس شح ذهمهم إنسان يكون مار بموقف سيء وكربة في حياته فلما يعلم أن الصدقة جت وفلان سوى وفلان سوت وتصدق وفرج الله عليهم يتحمس الإنسان ويعلم أن الله كريم لكن لو يريد أن ألفت انتباه السادة المشاهدين والإخوان معنا في الستوديو الله عز وجل الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير والمحتاج لأن الله عز وجل ينميه لك لذلك الله عز وجل يقول يوم القيامة يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني شوفوا السؤال من الله قال العبدي يا ربي كيف يطعمك كنت رب العالمين الطعام يستمد من كل شيء قال إنه أتاك فلان فاستطعمك فلم تطعم فلو أطعمته لو وجدت ذلك عندي يقولها الله عز وجل يعني عندما تطعم المسكين والفقير والأرمل واليتيم وتقوم على حاجتهم تقع صادقتك عند الله قبل أن تقع عندهم هذا فضل ولا ما هو فضل وما أنفقت من شيء فهو إيش فهو يخلفه لما تعرف أن الخلف من الله عظيم وكبير والخلف ثابت من الله عز وجل لماذا تنتظر؟ قدم أحيانا إنسان يدخل تجارة في الدنيا يخسر أو لا يخسر أبيها جسارة قلب يبيها قوة قلب لكن التاجي يقول خلي قوي قلب فيها خسارة في ربس خلي قوي عشان تدخل السوق لكن التجارة مع الله عز وجل رابحة 100% ما هي خسارة فادخل وأنت مرتاح أصلا ادخل وأنت لين جانبك لذلك أهل الصدقات لما علموا أنها تدفع عنهم الغضب وتدفع عنهم ميتة السوء أثثوا قبورهم أمامهم خلق قبرهم أثث قدامه لذلك الصدقة عندما تكون في قبرك ويدعو لك ذلك المسكين والفقير يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهم السلف الصالح يقول جاءني رجل كانت مرأتا في المخار ابتل فقالها إبراهيم والله ما في البيت كس تخبص ومرأت الآن في المخار تحتاج أكل أشان تتقوم نول ما في مستشفيات الحين في نعمة وفي خير الله مستعان مستشفى وعناية اللهم أدهم علينا الأمن والإيمان يقول إبراهيم أدهم فقمت لها فبحث فجمعت لي أكل وكذا ورحت البيت فطرقت الباب قلت وين فلان قائل فلان خرج دورنا على شي فقلت هذا الأكل عندكم البر والطحين عندكم الآن وسأبعث لكم جارية تسوي لكم الآن الشغالة بجيكم تصليح لكم الأكل يقول فلما فتحت الباب جاءت الخير الكثير قالت اللهم كل إبراهيم لأدهم هذه الليلة يقول إبراهيم أنا أسمحها قال فق شعر جلدي ووقف شعر رأسي من هذه الدعوة الطيبة ترى الدعوة من الفقير والمسكين ليس بينه وبين الله حجاب ليش قلناها الكلام أم من يجيب المضطر إذا دعاه والفقير والمسكين مضطر محتاج لكن أحيانا تقطع وجه ما يقدر أسأل الناس سأل جيرانهم مرة سأل جيرانهم مرتين ليستحول الناس لكن لما أنت تبادر لهم تقوم عليهم وتتلبي حاجاتهم أنت الآن تكسب دعوات ما بينه وبين الله حجاب ما الذي مننا ما محتاج دعوة كلنا ما محتاجين كلنا ما محتاجين دعوة في ظهر الغير خاصة هي كنز الله أنت يأتي من يدافع عنك في الدنيا يأتي من يرفع ذكرك في الدنيا يأتي 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 كله بسبب هذه الصدقة لأنك تتعامل مع رب كريم فالله الله يا أحبابي الإنسان بهذه الصدقة تصلح نيته تصلح ذريته بل ينشرح صدره بل إن الصدقة وأختم بهذه علاج من العلاج له العلاج ما تطوره الحين الله يكفن وإياكم من شرع الأمراض السلطان والأورام الأمراض المستعصية لها علاجات ومتعبة على الإنسان لكن الصدقة قد تكون علاج لمن لا علاج له ذكى ذلك ابن القيم في زاد المعادة رحمه الله حتى تكلم قال وإن الصدقة والسعع الأرملة والمسكين والفقير وذوي الحاجة ثم أسهم في ذلك ابن القيم رحمه الله قال وقد جرب ذلك الأمم السابقة حتى الكافرة جربت الصدقة والسعع على رام المسكين في الاستشفاء من الأمراض قد الطبي يعجز لكن الله ما يعجز لأن الله نزل البلاء وأنزل المرض والله سبحانه هو الذي يرفعه لكن يجب أن يكون بينك وبين الله حلقة وصل ومن ضمن حلقات الوصل ومن أهمية هذه الصدقة تصدق ما دمت تتنفس تصدق مدام الخير بين يدينك تصدق مدام عندك راتب وعندك رزق وعندك تجارة وعندك خير تصدق قبل أن تنتظر أحد يتصدق عنك وقد لا يتسنى ذلك لك أبدا أهل القبور الآن تمنون الرجوع كما ذكرنا وجه الصدقة يا كدر التجار رجال الأعمال اللي جاءهم يا أبو فلان في هنا في أرملة يا أبو فلان في مسجد يا أبو فلان في برادة بكرة بكرة إن شاء الله بكرة إن شاء الله وربكرة راحت والعمر راح ومات فلان وما أسهم بذلك شيء أنا أذكر الله يغفر له موت المسلمين أمي أمي عبيد رحمه الله من أعمام الفضلة أسأل الله يغفر الميت ويحفظ أمي صالح خليه لنا هو المتبقي الوحيد ويغفر لوالدي جميع موت المسلمين يقوله أمين أمين يا ربا كان حريص على الصدقة حريص جدا رحمه الله حرص حرص شديد ذكر ذلك قبل يذكر لي ولده يقول أنا أبو عنده بيت أجله وكل سنة يجيب له الأجر أنا يمسك الأجر أبو كان مقعد عمي رحمت الله عليه يقول إذا جيت كذ هيوبة السم هذا الآن الجار قال طلعت لأمي شيء أم ميتها جدتي رحمت الله يقول طلعت لها شيء طلع لها شيء من الأجر ثم أعطيه الباقي كان يروح لأحد التجار يقول يا أبو فلان أنا كنت جاسمع ذاك المجلس يا أبو فلان قدم نفسك بكرة بتموت يا أبو فلان والله ما تلقم يتصدق عنك عيالك بذكرونك كان يذكر دائما فهذا الشايب أوقف وقف الآن قبل أن يموت بك بثلاثة أشهر بعتشفر هو على فراش الموت يذكر لك أوقف الوقف والآن الوقف باقي إلى السنوات فضل من الله عز وجل ثم النصيحة اللي دولها بيننا الآن الإعلاميين والأكاديميين الموجودين واليسمعون التجار والجال العمال أنشر هالكلام هذا هذا الجمعية بين يدينكم جمعية رسمية ووقفة رسمي ونحن ثقة بالله أنها سيكتمل الوق من أجل أن تستمر مسيرة الجمعية هذه المباركة بيض الله وجيفكم والدال وعلى الخير كثائل بيض الله وجشك شكرا لك والله ترى الكلام خلف الشاشات وعندنا في الواسات تفرح كثيرا والله وحده تقول أنا ما عندي لخمسين ريال يا الشيخ والله مستحية قلت تستحي من الله إذا استحيتي بهالكلمة ترى الله يستحي أن يردك قدميها والله سيخلفك خيرا كثيرا أبشروا بالخير الله يسعدنا وإياكم ويرضى عليكم واللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا ويسعدك يا الشيخ وكلام جميل والصدقة ما لا حدود يعني حقيقها بي عندنا الشيء تجارب